ونختم جولتنا في مختارات من أعمالة الرأي والمقالات بزاوية بشفافية للكاتب حيدر المكشف بأخيرة الأخبار بعنوان كان شالوه ما بنشال وكان خلوه سكن الدار يشير المكشف في مقدمة زاويته إلى أن العنوان أعلاه هو أحد الألغاز أو الفزورات التي سادت ثم بادت ومن ترائف هذه الغلوتية أن أحدهم سارع بالإجابة دا الفلس أما أنا فأقول دا الفساد يوم دا الكاتب ينبه إلى ما ورد في الأنباء عن إعلان رئاسة القضاء لتشكيل محكم خاصة بالنظر في قضايا الفساد فيما يعرب المكشف عن استحسانه للخطوة ويتسأل هل مجرد تشكيل محكمة يكفي لمكافحة الفساد مكافحة حقيقية فاعلة وناجزة منابعه ويضيف بأن الإجابة الطبيعية والطلقائية والمنطقية تقول لا وألف لا ويعز إجابته إلى أنه في غياب المعالجة الشاملة لثغرات التي ينفذ ويتسلل منها الفساد أو ينفذ وعدم تشفيف منابعه حتى كل ما قضي على فاسد أنبتت غيره ستكون كل المحاكمة التي ستنشأ مجرد لافتات جميلة وكما في الغلوتية القديمة كان شاله ما بن شاني وكان خله سكن الدار على حد تعبيره ويختم حيدرز المكاش في زاويته قائلا للفساد بيئة مثالية لإنتاجه وتفريقه ومن أراد مكافحة الفساد فعليه بها وأي محاولة دون أن تتوفر لها إيرادة سياسية قوية ورغبة أكيدة وقدرة على الحسم الناجز تتمثل في مقتدى الحديث الشريف لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وبدون ذلك ستظل أي محاول محض تهويش لن ينش ولن يشويش أي على فاسد والآن ننتقل بكم إلى الفقر التحليلية وأصحابنا فيها اليوم الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز بعض الفاصل